يذكر الفقهاء أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخالفه وأحياناً يعكسون هذه القاعدة فأرجو بيان ذلك الصحيح أنه ما كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض النفل يجوز تصلي على الراحلة أينما توجهت بك في السفر بينما الفرض لا يجوز إلا باستقبال القبلة والنفل يجوز أن تصلي قاعداً من غير عذر الفرض لا يجوز أن تصلي قاعداً من غير عذر ففي فرق بين هذا وهذا نعم في فروق